أخيراً توصلت كييف وموسكو لاتفاق برعاية أممية ووساطة تركية بعد شهرين من المباحثات يسمح هذا الاتفاق باستئنة في تصدير الحبوب العالقة في موانئ البحر الأسود سيشمل الاتفاق الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود وتحديداً في مدينة أوديسا وموقعين مجاورين منود الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه في تركيا يتضمن إنشاء مركز مشترك للتنسيق والقيادة مقره مدينة إسطنبول كما أن المقر سيشارك فيه طرفان نزاع ومسؤولون من تركيا والأمم المتحدة بهدف الإشراف على سير العمليات وحل الخلافات أما عن مدة الاتفاق فهي سارية لأربعة أشهر من يوم توقيعه ويمكن تمديده تلقائياً دون الحاجة للمزيد من المفاوضات يعتقد المسؤولون أن هذه الفترة المحددة كافية لإتمام إجراءات الشحن 55 مليون طن من القمح ومن الحبوب الأخرى وبخصوص الضمانات الأمنية تعهد الطرفان بعدم مهاجمة السفن أثناء مغادرتها أو عودتها حيث ستواكب سفن أوكرانية شحنات الحبوب من وإلى المياه الإقليمية الأوكرانية وفي المقابل يبقى الغموض يلف عملية تفتيش السفن غير أنه من المرجح أن تشرف الأطراف الأربعة على هذه العملية أي عملية تفتيش السفن في إحدى الموانئ التركية لدى عودتها إلى أوكرانيا خاصة وأن أوكرانيا لا تريد أن تصعد مع روسيا أو أن يصعد على متن سفنها روس لتحقق من عدم وجود شحنة أسلحة لدى عودت هذه السفن إلى مواقعها ومن المرتقب أن توقع الأمم المتحدة وروسيا مذكرة تفاهم منفصلة في إسطنبول تضمن عدم تأثر الحبوب والأسميدة بشكل مباشر أو غير مباشر بالعقوبات شكرا